على خلفية التهديدات الإيرانية سارعت واشنطن إلى تحذير تهران من شن هجوم على إسرائيل شبكة سيانان نقلت تصريحا لمسؤول أمريكي مطلع كشف أن واشنطن واصلت توجيه الرسائل التحذيرية إلى السلطات الإيرانية على مدى الأسبوع الماضي وإذا كانت التوقعات تشير الإمكانية أن يتم الرد الإيراني عن طريق الجو فماذا يمكن أن تستهدف إيران؟ بهذا الخصوص كشفت شبكة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلفائها يرجحون أن يستهدف هجوم إيران المحتمل نقاط عسكرية وحكومية إسرائيلية ويستبعد المسؤولون الأمريكيون أن يتم استهداف منشآت مدنية كما يستبعدون أن يأتي الهجوم بالضرورة من شمال إسرائيل بدورها أكدت شبكة ABC الأمريكية هذه التوقعات حيث قالت نقلا عن مصادرها إن إيران يمكن أن تستهدف منشآت ديبلوماسية إسرائيلية أو أن تقوم بدرب إسرائيل مباشرة ولم تكتفي واشنطن بتحذير طهران بل بدأت في تقديم يد المساعدة لإسرائيل من خلال تبادل التقييمات الاستخباراتية لتوفير الحماية الكافية للأجواء الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر